السلام عليكم طلاب الخامس العلمي رجعنا لكم بالمحاضرة الخامسة الفصل الرابع الدوالة الدائرية اليوم رح نكمل المحاضرة السابقة اللي ما كان شايفها لازم يشوفها قوائم التشغيل بالقناة رابطها بالوصف تليجرام انستجرام كل شي بالدنيا بالحياة تيقوا بالوصف مع الفيديو يتابعني وكونان ممنون حط لايك يسوي المتابعي يعني بكيفكم شديد نسوي نسوي اليوم رح نكمل بتمارين اربعة ثلاثة وناخذ اول سؤال من التمارين اللي هو اذا كان اذا كانت ثلاثة باي على اثنين اصغر من اكس والاكس اصغر من اثنين باي بهذا الشكل وكانت او كانت ايضا الكوساين الاكس يسوي اثنين على ثلاثة اثنين على ثلاثة فجد قيمة كلا من فجد قيمة كل من شي يريد يريد قيمة الكوسيكة اكس ويريد قيمة السيكة اكس ويريد من يمش قيمة الكوتان الاكس هذا السؤال الاول من تمارين اربعة ثلاثة مهم جدا يجيكم بالامتحان طبعا هو ايش سؤال قبل اول ما الطبين للامتحان تلقينا بوجه بهذا الشكل الكوسيكة اكس سيكة ويريد الكوتان مبدئيا هو منطيج الكوساين زيان خليجي نشوف بله مثلا الكوسيكة اذا انا اريد اطلعها شلون اول شي يطلع حصرا عن طريق قانون الكس يعني قوانين رباعية الكسور عندي سي راح اكتب اس ساين عندي تان لا ما عندي نخليه واحد مبدئيا انا على مدطلع الكوسيكة لازم عندي ساين زيان انا عندي بس كوساين مين شوان اطلعها فلذلك قبل لا اطلع الكوسيكة لازم اطلع الساين والساين يطلع من الكوساين شلون عندي قانون يقول كوساين تربيع الاكس زائد ساين تربيع الاكس يساوي واحد زيان انا عندي كوساين وعندي الواحد بقى بس الساين اذا راح اثبت الساين ببكانة راح اثبت الساين الاكس ببكانة ويساوي الكوساين تنتقل للطرف الاخر هيصر عندي واحد ناقص كوساين تربيع الاكس زيان هس الساين ابقيها لان انا اريدها يساوي الواحد ينزل الناقص ينزل الكوسين تربيع الـ x أنا عندي كوسين 2 على 3 وخليه تربيع 2 على 3 وخليه لكل تربيع ويساوي ساين تربيع الـ x تنزل يساوي الواحد ينزل الناقص ينزل التربيع يدخل على البسطة وعلى المقام رح يصير 4 على 9 بهذا الشكل إذن الساين تربيع الـ x يساوي نوحد مقامات على تسعة هذا على تسعة بهذا الشكل تسعة في واحد ينطيني تسعة الناقص هاي تنزل والاربعة بالبص تنزل ويساوي خمسة ساين تربيع الاكس يساوي خمسة على تسعة انا اريد الساين ما اريد الكوساين اريد الساين ما اريد الساين تربيع فلذلك راح اقول له بالجذر التربيعي راح ينطيني ساين التربيع وخرج جذر ساين الأكس يساوي موجب سالب لأن تربيع جذر الخمسة على يمن على جذر التربيع للتسعة الثلاثة جذر خمسة على الثلاثة مبدئيا قالي الإشارة مالتي الموجبة راح تهمل الموجب يهمل ليش يهمل؟ لأنش قايل اللي هو بالسؤال قايل اللي الأكس تقع بين الثلاثة باي على ثنيا يعني المائتيين وسبعين وتقع بين الثلاثمية وستين تقع بين الثلاثمية وسبعين وبين الثلاثمية وستين صايرة منه لذلك أنه أنا راح أمثلها بهذا الشكل ه farm threeThree اللي هي two باي وهنا عندي المائتيين وسبعين هو الثلاثة باي على ثنيا هو صاير بنصهم يعني بالربع الرابع الساين بالربع الرابع سالب فلذلك هاخذ فقط القيمة السالبة ساين الأكس يساوي سالب جذر ثلاثة على اثنين بهذا الشكل هاي قيمة الساين أنا ما ريت قيمة الساين أصلا بس أنا هاي تقلعها على موت أكتب القانون ما الكوسيكة الكوسيكة X يساوي واحد على ساين الأكس ويساوي كوسيكة X يساوي واحد على سالب جذر خمسة على ثلاثة أقل بالبقام وغير القسمة إلى ضرب راح يطيني كوسيكة X يساوي ثلاثة على طبعا سالب للنساء سالب ثلاثة على جذر خمسة وطلعنا أول قيمة وخليلها على شكل وردة بهذا الشكل تمام لو مو تمام زين بعد شي يريد من يمي يريد من يمي السيكة راح أقول لها قانون السيكة كالآتي السيكة X يساوي بما أنه عندي خط الكسر راح أخلي كوساين بما أنه ما عديتان أخلي واحد ويساوي واحد على قيمة الكوساين الاثنين على ثلاثة بهذا الشكل الاثنين على ثلاثة نقل بالكسر راح يطيني السيكة X يساوي ثلاثة على الثنين وخليليها بقلب أو بوردة براحتي انت شي عجبتش يا وردة زين شي يريد بعض من يمي خلي نشوف والله أسوال فتافها بصراحة الكوتان يريد الكوتان هو عبارة عن السين على الكوساين الكوتان الكوتان بهذا الشكل X يساوي الكوساين X على ساين X انت عندش قيمة الكوساين اللي هي ثنيا على ثلاثة تمام وعندش قيمة الساين اللي وسالة بجذرة خمسة على ثلاثة المقام نقل بالك ونغير القسمة لا ضرب رح يصير عندي الكوتان X يساوي ثنيا على ثلاثة البست فيه غيرنا القسمة إلى ضرب ونقل بالكسر ثلاثة على جذر خمسة ولا تنسين السالب رح يطين يساوي لثلاثة راحت وليل ثلاثة سالب واحد فيه ثنين سالب ثنيا على جذر خمسة وكان الله يحب المحسنين من عنده نظر سؤال من عنده سؤال في تهمية بس بهذا الشكل يعني زين عندي السؤال الثاني من التمارين السؤال الثاني من التمارين ما عفع أو فواجب لو ما عفع يعني هما بصراحة نفس الشي يعني مبدئيا أو يلا خلنحل يعني منيش ما خسراني شي خلنحل 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 أنا أرضي ضمير الدمهني بكل الأحوال مثال اثنيا أو سؤال اثنيا من أسئلة التمارين إذا كانت إذا كان الـ هنا أصغر وهنا أكبر بهذا الشكل عندي الـ وهنا أنا عندي ثلاثة باي على اثنيا يعني مبدئيا مئة واثمانين والمئتين وسبعين تمام وكانت قيمة التان وكانت قيمة التان الـ X يساوي سبعة على ثلاثة سبعة على ثلاثة فاجد قيمة فاجد قيمة شي يريد من يمي يريد من يمي قيمة الكو CK X ويريد من يمي قيمة CK X ويريد من يمي قيمة الكوتان بهذا الشكل باعل التان معلومة التان معلومة أول شي أول شي أول شي هو شي يريد خلي نقول كو سيكة سيكة وكوتان خلي نجعل سيكة تمام يريد قيمة السيكة مبدئيا التان معلومة فراح أستخدم هذا القانون بلا زحمتنا عليك تان تربيع الأكس زائد واحد يساوي سيكة تربيع الأكس تمام يعطل السيكة إذا كنوا واضحين هنالش يعطل السيكة لأن التان معلومة وعندي واحد يعطل السيكة سأطل من جبت هذا القانون قبل شو يستخرجت أشبهكم ثلاث قوانين من القانون الذهبي ومرة قسمت على كوساين ومرة قسمت على ساين بالمعاضرة السابقة ذات تذكرون سبعة على ثلاثة يعني سبعة على ثلاثة لكل تربيع زائد واحد يساوي سيكة تربيع الأكس تمام تربيع السبعة تسعة وأربعين تربيع الثلاثة تسعة زائد واحد يساوي سيكة تربيع الأكس أو أحد مقامات على تسعة المقام الأصلي تسعة في واحد يطيني تسعة زائد ينزل تسعة وأربعين تنزل يساوي سيكة تربيع الأكس 49 زائد 9 48 48 على 9 يساوي سيكة تربيع الأكس أنا لم أدد السيكة تربيع الأكس أقول له بالجذر التربيعي رح يطيني سيكة أكس يساوي جذر 49 جذر 49 هو 40 هو أعتقد يطلع ثمانية يعني شلون 49 زائد 9 يطيني 58 58 يطيني يطيني 58 ما يطيني 49 58 58 جذر 58 ما لها جذر أول شي جذر التربيع يطيني موجب سالب إذن يطيني جذر 58 ما لها جذر علي جذر التسعة جذر 3 أول شي يا إشارة أخذ السالبة لو الموجبة يا إشارة أخذ السالبة لو الموجبة رح أخذ الإشارة السالبة سيكة أكس يساوي سالب جذر 48 على 3 أستاذ شون عرفتها 58 عفوا على 3 أستاذ شون عرفتها الإشارة السالبة ليش إشارة الموجبة تهمل لأنباعي أنت عندك أصلاً شنو أنت عندك قايل لك الأكس صايرة بين 180 وبين 170 زيان مبدئياً الكوساين إشارة شنو سالبة والساين إشارة شنو سالبة أيضاً تمام لو مو تمام السيكة شون عرفتها سالبة السيكة لأن السيكة قانون هي أصلاً السيكة قانون هي سيكة إشارةowane إذا الكوساين إشارة سالبة بالربع الثالث يعني ما معناها واحد على سالب يعني سالب موجب على السالب الش يطيط موجب على السالب يطيط سالب فلذلك سيكة اشطلعت إشارتها طلعت إشارتها سالبة واضح لو مواضح بهذا الشكل وهذا ics خذناها بالمحاضرات السابقة السالبة الإشارات بالأربعة ربع الأول لربع الثان و الروح الثالب تمام فلذلك اشارتها سالبة زيان هسا انا شا اريد اطلع بعض اريد اطلع الكوسيك اريد اطلع مثلا او خنطلع الكوتان بما انه التان متوفرة فالكوتان الاكس يساوي واحد عليه تان الاكس انا عندي قيمة التان ويساوي واحد عليه التان جيت قيمته سبعة على ثلاثة نقل بالكسر رح يطيني ثلاثة على سبعة وهي قيمة منه قيمة الكوتان هسا نجعل كوسيك الاكس يساوي الكوسيك قانونه شنو الكوسيك ممكن قانونه يطلع واحد على كوسيك واحد على ساين الاكس واحد على ساين الاكس انا الساين ما عندي ما متوفرة بصراحة بس ممكن انه انا استخرج الكوسيك من القانون الاتي ممكن استخرجه من القانون الاتي اللي هو واحد زائد واحد زائد كوتان تربيع الأكس هذا القانون من طلعناه إحني بالقسمة على سين إذا تتذكروا بالمحاضرة السابقة لأخذناه مفهولة تكاتبيه أصلا واحد عليه هو مبدئياً أنا عندي سيكة تربيع الأكس يساوي واحد زائد كوتان تربيع الأكس أنا كوتان عندي طلعتها ثلاثة على سبعة بس التربيع ما عندي فحارب بوحس كوتان تربيع الأكس يساوي واحد زائد كوتان 3 على 7 لكل تربيع راح يطيني 1 زائد 9 على 49 هو 1 مقامات على 49 49 في 1 49 زائد 9 يطيني 58 50 على 49 بهذا الشكل راح اقول له بالجذر التربيعي راح يطيني X يساوي موجة بسالب جذر 58 على 58 على 7 لأن جذر 49 التربيعي مالتها 7 اول شيء مبدئيا الاشارة راح اخذها السالبة يعني الموجبة تهمل الاشارة هي سالبة ليش كوساين X يساوي سالب جذر 58 على 7 بهذا الشكل ليش اخذت الاشارة السالبة لان تقع بالربع الثالث وربع الثالث الكوساين والساين سالبات فلذلك انه الكوسيكة قانونة شنو الكوسيكة واحد على ساين X تمام اذا الساين سالب يعني موجب على السالب بش يطيج ينطيج سالب فلذلك صارت عندي كوسيكة اشارتها سالبة بهذا الشكل منو عنده سؤال منو عنده سؤال طلاب اذا سحقت قلت 7 48 ما قلت 58 انا قصد 58 ترى بس سهوان يعني هذا بالتمارين هذا السؤال الثاني بالتمارين وكل سهل لي ان احنا اخذنا اساسيات اتعمقنا بالاساسيات مع الفصل الرابع زين هسا ناخد السؤال يقول اثبت السؤال الثالث اثبت صحة المتطابقة اثبت صحة المتطابقة عندي تان ال X يساوي ساين ال X في سي ك X راح ناخذ الطرف اللي بيه حل مبدئيا ساين ال X كوسي كال X تقدرين تاخذيها ما عندي مشكلة وترجعين يعني من البداية تمام ما عندي مشكلة يطلعيش تان ال X بس خلناخذ الطرف التان بعدين ااخذيكم الطرف الايسر عمود اطيكم حليا يعني تمام هو بالعكس مبدئيا هسا وضحت شيئا تان اخذت شيئا left hand side ناخذ الطرف الايسر تان ال X تمام تان تان X قانونة عبارة عن شنو عبارة عن sun على كوسين ال X راح هذا هاجي أسحب الباست أسحب الساين هيصير ساين ال X في منه في واحد على كوسين ال X سحبت الباست عاد هذا مقام ما واحد يرجع ينظر فيه يرجع كما هو وانما سونه مشكلة سحبت الساين سحبت الساين خارجي كسر صار واحد على كوسين الساين في واحد على كوسين. الساين هايش بيها? تنزل. تمام? واحد على كوسين شنو قانونة? استاذ بما عنو عندي واحد وكسر يعني. وعندي كوسين جوا يعني حيصر عندي سيكة اكس. وبيناتهم ضرب اكيد. وهو المطلوب. بهذا الشكل. تريدين تاغلين الساين في سيكة عادي. يعني هذي نرجع بيها من البداية. من الاخير للبداية. راح اقول ساين اكس في سيكة. الساين تنزل. ببدال السيكة اكتب واحد على كوسين. تمام? ارجع اضرب الساين بالواحد. راح يصر عندي الساين على الكوسين. والساين على الكوسين قيمتتان. وهو المطلوب. اذا تريدين تاغذين الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر. تمام لو مو تمام? يعني بكل الاحوال ماشي الامر. عندي قانون سؤال اخر. نقطة ثانية. اختع بتولى. اللي هو السيكة. آآ تربيع الاكس. يساوي ساين تربيع الاكس. زائد كوسين تربيع الاكس. اليمن. على واحد ناقص ساين. تربيع الاكس. بهذا الشكل. راح ناخد الطرف الايمن اللي بيه حل. تمام? رايت هاند سايد. تكتبي ليه ساين تربيع الاكس. زائد كوسين تربيع الاكس. اليمن. على واحد ناقص ساين تربيع الاكس. مبدئيا. مبدئيا. البسط كل قيمتاش قد. البسط كل قيمتة واحد حسب القانون الذهبي. اذا واحد على واحد ناقص ساين تربيع الاكس. بهذا الشكل. زيان. واكيد انه انا عندي هسا الواحد ينزل على واحد ناقص ساين تربيع الاكس. قيمتة كوسين. تربيع الاكس. حسب القانون الذهبي ايضا. لان انا عندي كوسين تربيع الاكس. يساوي شنو واحد ناقص ساين تربيع الاكس. من نقلت الساين هو موجب تحول السالب بهذا الشكل. فعادي اكتب واحد ناقص ساين تربيع الاكس. وهو واحد على كوسين. واكيد بالنهاية الواحد على كوسين تربيع الاكس. ينطيني سيكة تربيع الاكس. وهو المطلوب. وهو المطلوب. واضح لو مو واضح. تغذيلي واجبات. تغذيلي واجبات. الواجب الاول هو واحد ناقص ساين تربيع الاكس في واحد زائد تان. تربيع الاكس يساوي واحد بهذا الشكل. هذا عندش قيمته. وهذا عندش قيمته. يعني لو اريد اجي حلتشيا. انا مبدئيا. انا لو اريد اجي حلتشيا. باعي لي. تمام. واحد ناقص كوسين تربيع الاكس هو كوسين تربيع الاكس. تمام. في واحد زائد تان تربيع الاكس هو سيكة تربيع الاكس. هذا حسب القوانين سابقة لاخذناها. تمام لو مو تمام. السي كتربيع الأكس سننزل كوساين تربيع الأكس سننزل تمام في السي كتربيع الأكس هو واحد على كوساين تربيع الأكس هذا راح وياه هذا بقى يساوي واحد وهو المطلوب آآ يعني ليش ده تعبج زين نتخذين يلا واجبات السعليش كافعة واحد ناقص كوساين تربيع الأكس على يمن على ثان الأكس يساوي ساين الأكس في كوساين الأكس هذا السؤال الأول السؤال الثاني عندنا بس اثنين نطيش واجب يعني واحد زائد ساين الأكس ناقص ساين تربيع الأكس على يمن على كوساين أكس يساوي كوساين أكس زائد الآن الأكس بهذا الشكل طلاب بس بعقولي البسط هذا شنو رأيكم بتبدلون هذا سالب ساين تربيع الأكس ستحولوه بدال الساين رح يصير عندك واحد ناقص ساين تربيع الأكس قيمة كوساين تربيع تربيع زائد ساين تربيع الأكس زائد ساين عفواً الـ x تمام بهذا الشكل وتجيين تبسطين وراها تفكين الشراكة تفكين الشراكة الكوسين الـ x تروح على كوسين تربيع الـ x والكوسين تروح على ساين تربيع الـ x تختصرين يطلح لش كوسين x وزائد تان تربيع زائد تان للـ x هذا واجب عليش مبدئيا هذا واجب عليش بس عن حلة ch يا شفهي بس ات يعني حل لي بيدش وهذا واجب أيضاً بهذا الشكل وتنتهي تمارين 4 3 عمود بالمحاضرة الجاية ناخد الزاوية المتسبة